برحب بالدكتور أحمد سعد استشاري أمراض البطنة عبر سكايب مباشرة من موسكو وأكيد لقاح سبوتنك يا دكتور أحمد بعد التحية أكيد الأخبار اللي بتأتي منه أن نسب النجاعة أو القوة أو النجاح فيه لا تقل عن 90% رأي حركة لأي مدى ده بينافس لقاح فايزر وموديرنا أهلا بحضرتك وآهلا بسادة المشاهدين طبعا اللقاحات دلوقتي فيه مطروح في السوق أو مطروح فيه المجتمع العالمي كذا لقاح منهم اللقاح طبعا سبوتنك أنا هتكلم يعني بشكل خاص عن سبوتنك واللقاح الإبيفاك كورونا اللي هو اللقاح الثاني اللي تسجل الروسي طبعا هو اللقاح التجارب السريرية بتاعته وصلت لأكتر من 90% كمان دي بناء لآخر دراسة أنه وصلت لي 94 و 2 من 10% بعد 42 يوم اللي من الجرعة الأولى والتاني فبالتالي الكفاءة بتاعته وصلت ليه مستوى عالي جدا ودي حاجة مبشر تاني حاجة هو مستوى الأمان في اللقاح سبوتنك حتى الآن الناس اللي خضعوا ليه اللقاح وفي منهم ناس أنا أعرفهم شخصيا وأطباء الأعراض الجانبية ما فيش تقريبا الأجسام المضادة ما زالت مرتفع عندهم في الدم طب دكتور أحمد سواء لقاح موديرنا الأمريكي أو كذلك فايزر هم بياخدوا التصريح أو الاستخدام الطارق من الـ FDA من نهاية الغذاء والدواء الأمريكية ولكن اللقاح الروسي هياخد هذا الإجراء منين خاصة أنه يتعلق بالسلامة وبالأمام قبل طرحه اللقاح الروسي مش هيخش تحت مظلة الـ FDA طبعا لأن هي مختصة بالأدوية والأغذاء الأمريكية لكن هو هياخد التصريح من منظمة الصحة العالمية بما أنه هو وباء عالمي فمنظمة الصحة العالمية استلمت أوراق الأبحاث والـ Papers العلمية للقاح سبوتنك وتحت الدراسة الآن وطبعا المنظمة الصحة العالمية فيه كومتي فيها أو فيه لجنة فيها هي لجنة اللقاحات العالمية اللي هي بتطلع لقاحات الإنفلوانزة وبتطلع لقاحات التانية فطبعا هتدرس وحتطلع لأن العالم محتاج أكتر من اللقاح العالم مش هيبقى معتمدة على مديرنا فقط أو أكسفورد فقط أو فايزر فقط لكن محتاجين لقاحات واللقاحات الصيني برضو داخلها بقوة فطبعاً احنا محتاجين على قد ما نقدر يبقى في لقاحات في العالم طيب هل بالتالي نستطيع ان احنا نقول ان بشكل قريب هيمكن توفير لقاح سبوتنيك أنا اللي عرفه ان خلاص الولايات المتحدة الامريكية الآن تتحدث عن بدايات شهر ديسمبر هتكون أول تطعيمات المواطين الامريكيين هياخدوها وأوروبا كمان بتتكلم عن ده خلاص ووصلوا انهم في بداية ديسمبر هيبتدوا طعاموا الناس من خلال أكشاك موزعة في الشوارع وهيتم تقسيم الناس على هذا الإطار ولكن هل في معاد محدد لطرح عقار سبوتنيك وهل هيدخل جوه هيئة الكوفكس مع منظمة صحة العالمية عشان يتوزع على الدول تانية من بينها مصر احنا متفقين على عدد من الجرعات بالضبط كده هو آخر إعلان من وزارة الصحة أن القاح سبوتنيك سيكون متوفر جوه روسيا في شهر ديسمبر للمواطنين الروس لكن بالنسبة ليه آه بالضبط لكن التصدير خارج سيبقى هذا إعلان تم من وزارة الصحة ومن سمدولي السمار المباشر لسه كان مبارح كان أن هو التوزيع حيتم خارج نطاق روسيا في يناير في يناير فأنا أتوقع أنه في يناير بالضبط أنا أتوقع أنه في يناير ستبدأ وعلى فكرة شركة فاركو المصرية أعلنت أنها ستصنع اللقاح سبوتنيك أعتقد كان في إبريل مضبوط ده حقيقي أنا بشكر حرك شكرا جزيلا دكتور أحمد سعد استشاري أمراض البطنة عبر سكايب من موسكو شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا